الجهاز الدوري والجهاز الإخراجي الجهاز الدوري والدوران الدم يقوم بنقل الغذاء المهضوم إلى جميع خلايا الجسم وأيضا يقوم بنقل غاز الأكسوجين إلى جميع خلايا الجسم والدم هو جزء من الجهاز الدوري تركيب الجهاز الدوري في الإنسان يتكون الجهاز الدوري من ثلاثة أقسام وهي ألف القلب به الأوعية الدموية جيم الدم اختر الإجابة الصحيحة يتكون الجهاز الدوري في الإنسان من نقط القلب أم الأوعية الدموية أم الدم أم جميع ما سبق أحسنت فعلا الإجابة هي جميع ما سبق وهي يتكون الجهاز الدوري في الإنسان من القلب والأوعية الدموية والدم أولا القلب القلب هو عضو عضلي أجوث يوجد في تجويف الصدر بين الرئتين مائلا قليلا ناحية اليسار ويقوم القلب بضخ الدم في كل لحظة من لحظات العمر دون توقف والقلب هو عضو عضلي قوي ومجوث في حجم قبضة اليد ويشبه صمرة الكمسرة تركيب قلب الإنسان تعرف تركيب القلب من الداخل لترى أنه يتكون من جانبين مفصولين عن بعضهما بجدار عضلي ينقسم القلب طوليا إلى جانبين جانب أيمن وجانب أيسر بينهما جدار فاصل ليمنع اختلاط الدم الموجود في الجانبين اختر الإجابة الصحيحة يتكون قلب الإنسان من نقط حجرات ثلاث أم أربع أم خمس أحسنت فعلا الإجابة هي أربع حجرات ثانيا الأوعيات الدموية يجري الدم داخل الجسم عبر شبكة من الأوعيات الدموية وللأوعيات الدموية سلاسة أنواع لكل منها وظيفة خاصة هل تعلم أن جسمك يحتوي أوعية دموية يبلغ طولها خمسة وتسعين ألف كيلو متر إذا ما وضعت إحداها على امتداد الأخرى أنواع الأوعيات الدموية تتكون الأوعيات الدموية من الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية ألف الشرايين هي أوعية دموية تنقل الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم ب الأوردة هي أوعية دموية تنقل الدم من جميع أجزاء الجسم إلى القلب جيم الشعيرات الدموية في أصغر الأوعية الدموية الدقيقة فهي نهايات الشرايين وبدايات الأوردة جدرها رقيقة حتى تسمح بمرور الغذاء المهضوم والأكسوجين من الدم إلى خلايا الجسم ومرور الفضلات من خلايا الجسم إلى الدم لينقلها إلى أعضاء تتخلص منها اختر الإجابة الصحيحة نقط هي أوعية دموية تنقل الدم من جميع أجزاء الجسم إلى القلب الشرايين أم الأوردة أم الشعيرات الدموية أحسنت فعلا الإجابة هي الأوردة ثالثا الدم سائل أحمر اللون يتكون من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية هل الدم لونه أحمر؟ نعم إجابة صحيحة ولكي نتعرف سبب هذا اللون يجب معرفة مكونات الدم مكونات الدم ألف خلايا الدم الحمراء د خلايا الدم البيضاء جيم الصفائح الدموية د البلازمة ألف خلايا الدم الحمراء أهميتها تكسب الدم اللون الأحمر لاحتوائها على صبغة الهيموجلوبين وتقوم بنقل الأكسجين من الرأتين إلى جميع خلايا الجسم وتعود بغاز ساني أكسيد الكربون من جميع خلايا الجسم إلى الرأتين به خلايا أو كريات الدم البيضاء تحمي الجسم من الأمراض البعض منها يحيط بالجرافيم ليقضي عليها وبعضها الآخر يفرز مواد تقتل هذه الجرافيم جيم الصفائح الدموية عبارة عن أجزاء خلاوية صغيرة جدا لها دور هام في عملية تجلط الدم فعند حدوث قطع في أحد الأوعية الدموية فإن الصفائح الدموية تساعد على التآم الجروح اختر الإجابة الصحيحة مكون الدم الذي له دور في تكوين الجلطة الدموية هو نقط البلازمة أم الصفائح الدموية أم خلايا الدم الحمراء أحسن فعلا الإجابة هي الصفائح الدموية هل تعلم يحتوي جسم الإنسان على خمسة إلى ستة لتر من الدم كذلك يحتوي على حوالي ثلاثين مليون مليون خلية دم حمراء وخمسة وثلاثين ألف مليون خلية دم بيضاء وسبعمائة ألف صفيحة دموية إلى جانب نقل الغذاء والأكسوجين والفضلات فإن دمك يحافظ على درجة حرارة جسمك عند سبع وثلاثين درجة مئوية دال البلازمة هو سائل يقوم بنقل الغذاء المهضوم من الجهاز الهضمي إلى جميع خلايا الجسم ويقوم بنقل بقايا احتراق الغذاء من الخلايا إلى أجهزة الإخراج للتخلص منها اختر الإجابة الصحيحة الجزء السائل من الدم هو نقط البلازمة أم الصفائح الدموية أم خلايا الدم الحمراء أحسنت فعلا الإجابة هي البلازمة نشاط لدراسة نبض القلب ضع إصبعك عند رسغ يد زميلا لك وتحسس نبضات القلب لزميلك عد نبضات قلبه وهو مستريح لمدة دقيقة واحدة ثم سجل عددها اطلب من زميلك أن يقوم بالجري لعدة دقائق ثم عد نبضات قلبه وسجل عددها هل يتساوى عدد نبضات القلب في الحالتين؟ لا إجابة صحيحة نلاحظ أن عدد ضربات القلب أو عدد نبضات القلب عند القيام بمجهود تزداد سرعته مما سبق نستنتج أنه القيام بنشاط بدني يتطلب مزيدا من الطاقة والذي يتطلب بدوره مزيدا من حرق الغزاء الذي يلزمه مزيدا من الأكسجين الذي يحمله الدم إلى الخلايا وهذا يتطلب سرعة تضفق الدم إلى الأوعية الدموية وبالتالي تزداد سرعة ضربات القلب مصار الدم داخل القلب نلاحظ أن القلب يتكون من أربع حجرات وهي ونلاحظ أن كل أزين وبطين يفصل بينهما صمام فهو موجود بين الأزين الأيمن والبطين الأيمن وموجود أيضا بين الأزين الأيسر والبطين الأيسر واحد من أبناء الطلبة هيسألني إيه هي أهمية الصمامات أهمية الصمام يسمح بمرور الدم من الأزين إلى البطين ولا يسمح بانتقاله من البطين إلى الأزين أي لا يسمح برجوعه بالعكس اختر علامة صواب أو علامة خطأ يسمح الصمام بمرور الدم من الأزين إلى البطين ولا يسمح بالعكس ملاحظات همة يحتوي الجانب الايسر من القلب على دم محمل بالاكسجين ويسمى دم مؤكسج اما الجانب الايمن من القلب فيحتوي على دم محمل بغاز ثاني اكسيد الكربون ويسمى دما غير مؤكسج هيا بنا نتعرف على بعض المصطلحات تصلب الشرايين مرض تتراكم فيه المواد الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين فقر الدم حالة مرضية يقل فيها عدد خلايا الدم الحمراء السليمة في الدم او تقل بها كمية الهيموجلوبين ضغط الدم المرتفع مرض تكون فيه القوة التي تدفع الدم عبر الشرايين اشد مما عليه في الوضع الطبيعي أزين الأذين أم الأطين أم الشرايين أحسنت فعلا الإجابة هي الأذين الدورة الدموية يعرف المصار الذي يسلكه الدم داخل الجسم بالدورة الدموية التي تحدث وفق الخطوات التالية 1- بعد عودة الدم غير المؤكسج أي الحامل لغاز سيني أكسيد الكربون من أعضاء الجسم إلى القلب عن طريق الوريدين الأجوفين العلوي والسفلي ثم يتم ضخه من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن ثم يقوم البطين الأيمن بدفعه إلى الرئتين عن طريق الشريان الرئوي الذي يتفرع إلى فرعين يتجه كل منهما إلى رئة 2- في الرئتين ينطلق غاز سيني أكسيد الكربون من الدم خارجا مع هواء الزفير إلى خارج الجسم ويأخذ الدم بدلا منه غاز الأكسوجين الموجود بالهواء داخل الرئتين 3- يعود الدم المؤكسج أي المحمل بالأكسوجين إلى القلب عن طريق الأوردة الرئوية الأربعة ليدخل إلى الأذين الأيصر 4- يدفع الأذين الأيصر الدم إلى البطين الأيصر الذي يدفعه إلى جميع أنحاء الجسم بواسطة شريان الأورطة 5- الذي ينقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم 6- تعرف الدورة الدموية بين القلب والرئتين بالدورة الدموية الصغرى أو الرئوية 7- بينما تعرف الدورة الدموية بين القلب وجميع أجزاء الجسم عدى الرئتين بالدورة الدموية الكبرى أو الجهازية والآن تعالوا بنا نتعرف كيف تحافظ على صحة جهازك الدوري 1- واظب على مزاولة التمارين الرياضية بانتظام لأنها تقوي عدلة القلب وتنشط الدورة الدموية 2- تناول وجبات غزائية متوازنة يتوفر فيها الشروط الآتية 3- عدم الإفراط في تناول الدهون لأن الدهون تترسب على جدران الشرايين من الداخل 4- مما يؤدي للإصابة بتصلب الشرايين وحتى لا تصاب بالسمنة التي تمثل عدءا على عدلة القلب 5- أن تكون غنية بالعناصر المعدنية خصوصا الحديد حتى لا تصاب بفقر الدم 6- محتوية على القليل من الملح حتى لا تصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم 7- اختر علامة صواب أو علامة خطأ 8- الطعام المالح يسبب ارتفاع ضغط الدم 8- احسنت 9- احذر التدخين أو التواجد في أماكن بها مدخنون 10- فبالإضافة لما يسببه التدخين من المشاكل للجهاز التنفسي 11- فإنه يسبب ضررا بالغا للقلب ويرفع ضغط الدم ويضعف الضور الدموية 11- معلومة إثرائية 12- صانع الضربات الإلكتروني 13- يستخدم حديثا في مرضى القلب المعرضين للإصابة بالنوبات القلبية 14- صانع ضربات إلكتروني يزرع أسفل الجلد ويتصل بعضلة القلب بأسلاك 15- وحين توقف صانع الضربات الطبيعية بالقلب عن العمل بعد الإصابة بالنوبة القلبية 16- فإن صانع الضربات الإلكتروني يقوم بالعمل بمفرده حتى لا يتوقف القلب عن النبضات 16- ملخص الدرس يتكون الجهاز الدوري من القلب الأوعية الدموية والدم 17- القلب عضو عضلي يضخ الدم 18- الأوعية الدموية تتكون من شرائين أو ردة شعيرات دموية 18- الدم يتكون من خلايا الدم الحمراء 19- خلايا الدم البيضاء 20- صفائح دموية وبلازمة 20- قلب عضو 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 ع